ضامنا ودعما لأطفال فلسطين الذين سقط المئات منهم بين شهيد وجريح نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نظم العشرات من أطفال كالبلاء وناشطيها وقفة احتجاجية وسط المدينة جاءت هذه القضية اليوم هناك العوائل تشارك في هذه الوقفة في قراءة أجزاء من القرآن الكريم لأرواح الشهداء الذين سقطوا في غزة وأيضا الأطفال بدورهم أيضا هم يحاولون أن يقدموا رسائل السلام رسائل التضامن مع أطفال غزة فهذا هو أداة من أدوات النصرة التي نتمكن من العمل بها في ظل أجواءنا وإمكانياتنا ولتمنى من المعنيين من أصحاب القدرة والسلطة والرأي في أن يقوموا أيضا بما يجب أن يفعلوه وأن يقوموا به في مثل هكذا قضية إنسانية مهمة المشاركون تعالت أصواتهم تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة مطالبين المجتمع الدولي التدخل لإيقاف الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال والتي لا تميز بين كبير أو صغير وآخرها جريمة مستشفى المعمداني والتي راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم أطفال أبرياء هذه الرسالة اليوم من كربلاء بواسطة هذا الشباب وهؤلاء الأطفال بأنه أبعدوا الأطفال عن الحرب أبعدوا الأطفال عن الموت أبعدوا الأطفال عن الصواريخ وعن القتل مطالبين يقاف الأدوان على أطفال غزة أقصر حرب نحن نريد أن نوصل رسالة مهمة للمجتمع الدولي ولكل الناس لإعادهم مشاعر إنسانية أن القضية ليست دينية ولا قضية قومية إنما القضية هي قضية إنسانية بحتة أكو أطفال تجاوزوا العدل 700 طفل أصبحوا تحت الأنقاض تحت التراب دول الأطفال مطالبين كنا بالوقوف وياهم اليوم نحن كم طفل راح يقتل سمعت أحد الأخبار يقول كله 15 دقيقة يقتل طفل في فلسطين فنتمنى من المجتمع الدولي أن يكون هناك وقفة جادة لنصرة الأطفال في فلسطين وتشهد عددا من مدن العراق والبلدان العربية والإسلامية تظاهرات ووقفات تضامنية لدعم الشعب الفلسطيني وللتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مستنكرة صمت المجتمع الدولي خصوصا بعدما ازرت مستشفى المعام مدني لبرنامج يوم جديد طارق طارق الخفاجي كربلا